بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنة كاملة عدت على تخزين التوم زي ما احنا شايفين الروس يعني شبه فاضية الجودة قلت التوم البلدي النهاردة الأحمر والربيض بعرشه من 65% ل 80% والفصوص والمقروض من 85% ل 90% الطاعي بيتباع التوم من 100% ل 120 جنيه هنرجع مرة تانية للتوم النهاردة البطاطس البيضة من 9% ل 9.5% برم بنسويف والمينيا والجبل من 10% ل 10.5% الزبونتات بتبدأ من 12.5% ل 13 جنيه الزبونتة المنصورة أعلى الزبونتة في السوق الزبونتة المنصورة ب13 جنيه الحلقة معظم الحديث فيها على التوم والبصل والبطاطس والطماطم البطاطس قلنا أسعارها من 9% ل 9.5% البطاطس البيضة الجبل من 10% ل 10.5% والزبونتات من 12% ل 13% البصل من 10% ل 14% البيض والأحمر القديم من 27% ل 30 جنيه البسلة بعد ما قعدت أسبوع تقريبا أسعارها منخفضت رجعت ارتفعت لـ 24.27% الخيار من 6% لـ 8% خيار الصوب اللي قدامنا ده قلت لحضراتكم خيار الصوب هو اللي بيستحمل أكتر في السوق وفي السفر وعندنا في البيت أسعاره من 6% لـ 8% والجودة العالية فيه من 9% لـ 10 جنيه الجزر الشكارة 16 كيلو بـ 60 جنيه العشرين كيلو بتوصل 80 وـ 100 جنيه السبانخ بـ 10 جنيه القلقاس بـ 21 جنيه فيه القلقاس مقروض برضو متنظف وفيه بعرشه كرومب العشر وحدات بـ 120 و130 يعني الواحدة بـ 12 و 13 جنيه اللامون النهاردة من 15 لـ 16 جنيه والبتنجان اللابياد والبتنجان المخدد من 10 لـ 12 جنيه بتنجان المخدد اللي قدامنا ده بـ 12 جنيه البتنجان الرومي أسعاره مرتفعة من 8 لـ 10 جنيه بتنجان الرومي الصوب بتنجان النظيف بـ 10 جنيه ده فلفل جوديل أكبر شوية من التوب وأكبر من البنات طبعا يعني فلفل الرومي بتاع الحشوة بيبقى أصغر من كده وبرضو ده أقل من الألوان النهاردة الفلفل الرومي من 9 لـ 12 جنيه والألوان بـ 35 والبتنجان بيبقى برضو حلو يعني طعمه حلو مسكر وأسعاره بتتراوح من 7 لـ 8 والألوان الأصفر والأحمر زي ما احنا شايفين بـ 35 جنيه هننجح زي ما قلت لحضراتكم مرة تانية للبطاطس والبصل والتوم النهاردة البتنجان العروس أسعاره أقلت شوية يمكن المطر كمان مأثر على أسعار السوق لأن السحب يعني قليل النهاردة العروس بـ 6 جنيه والشطة الحمرة من 12 لـ 16 والبسكارة من 5 لـ 5.5 بفكر حضراتكم أن الجزر لما بنقول سعره بنقول سعر الشكارة الكاملة اللي قدامنا دي ساعات بتبقى بـ 16 أو 20 كيلو والنهاردة الكوسة برضو أسعارها منخفضة بقول انخفاض أسعار الخضر النهاردة بسبب السحب الأوليل المطر مأثر ما فيش ناس كتير في السوق البصل الأخضر الربطة 3 كيلو بـ 10 جنيه والفول الأخضر أو الفول الحاراتي من 10 لـ 18 جنيه والطماطم أعلى طماطم في السوق 140 و150 جنيه أقل طماطم من 80 لـ 90 جنيه طماطم إسنف من الصعيد أجود أنواق الطماطم الموجودة في السوق ورق العنب من 50 لـ 55 قلت لحضراتكم النهاردة الكوسة من 5 لـ 8 جنيه تقريباً اتكلمنا على أكتر أنواع الخضر الموجودة في السوق الحمد لله رب العالمين أن يعني عادة سوق الأغور السوق الحرة لما بنتكلم بنتكلم على كل الأصناف الزرع اللي موجودة في السوق يعني بنبتدي بالمحاصيل أو الزرع الأساسي اللي دايماً موجود في بيتنا دي بطاطس سينة سبونتة سينة سبونتات الجبلة ما بيبقاش عليها الطينة الكتير زي الأرض الصمرة مع أنه أنا قلت لحضراتكم قبل كده أن الأرض الصمرة والطينة بيبقى يعني حفظ للبطاطس لما بتبقى موجودة عندنا في البيت الأرنبيت كمان بمية وعشرين ومية وثلاثين للعشر وحدات والخاص بالربطة الربطة بتبقى كيلو بعشرة جنيه الليمون الأصفر واللمون الأخضر من خمستاشر لستاشر جنيه دي برنيكات سوق الجملة في أكتوبر جماعة دي سوق الجملة في أكتوبر البرنيكة بتاعته بتبقى خمسة وعشرين كيلو فيه فرق حتى في البيع في أكتوبر عن العبور يعني لما بنكون في العبور بتدخل على أي حد بتشتري في أي وقت أكتوبر دايما لما تيجي تشتري يقولك يعني معرفش السعر كام دلوقتي بيبيع حسب المزاد اللي بيتعملوا وبعد المزاد والمزاد على طول بيبقى شغال كل ساعتين تلاتة بدور المحلات لكن العبور بيبقى فيه مزاد صبح ومزاد الليل وبيطلع عليه الأسعار أنا جايب يعني مجموعة البلح الده يعني بصراحة بلح السعيد السنادي بلح سوهاج وأسيوت ما شاء الله زي ما احنا شايفين جودة عالية جدا وأنواع ممتازة وعايز أقولكو أن لما لفت كتير في سوق العبور وفي الأسواق الشعبية في شوبره وفروض الفرج وكنت في اسماعيلية وفي السويس كمان في منطقة الملاحة والفارز وشارع شميس وفي الله مساء النبي كنت شفت بلح تاني فين المهم يعني بلح أسوان هو يعني آخذ الشهرة ما نقولش عليه حاجة نمر واحد وجميل جدا لكن يا جماعة والله بلح السعيد زي ما أنتوا شايفين أسعار جميلة جدا ولسه في من خمسة وعشرين لغاية أربعين وفي ناس كتير بتبيع جملة وأطعي بنفس السعر وأنا حطيت أرقام تليفونات كتير والناس كتير بيقولوا لي دينا رقم تليفونك وبقوم كتب رقم تليفون ولاقيه ما بيتصلش بعد كده يا جماعة ده يوتيوب مش فيس يعني أنت لازم يجيلك إشعار يعني لازم تكون مشترك عندي عشان يجيلك إشعار يقولك أن سوق العبور والسوق الحرة رد عليك أو جايب لك لكن أنت تكتب لي وخلصنا على كده ده مش محل لأنا قاعد فيه أنا بصور من أكتر من محل أموما برضو عايز أفكر حضراتكم اللي قاعد معنا لغاية دلوقتي هما أجدع متابعين وأجدع متابعين من سناش في اللايك علشان نشوف كده عدد اللايقات اللي هيجيبها الفيديو ونعرف أنه كنتوا قاعدتوا معنا وصورتوا معنا يعني إحنا النهاردة الوقت ينقاسب بقالنا حوالي مع بعضه هو ثمان دعاي فا آآ كمان عايز اقول لكم ان انا صورت كتير من رجب واحنا يعني بقينا في شعبان كل سنة وحضراتكم طيبين وروحنا كمان هسوق السمك صورت من شوادر كتيرة وكل الشوادر اللي صورت فيها جايب فيها ارقام التريفونات والعنوين ده الكاسكومري والباغة والموزة اسماك شبه بعضها واسعار من سبعين لتمانين جنيه وده شبار اسوار ما شاء الله يعني جودة عالية واسعار ستين لسبعين جنيه التلت سمكات او الاربعة يعملوا كيرو عايز يعني في البداية طبعا بحي وبشكر المشاهدين القدام اللي معايا من فترة طويلة على سوق العبور السوق الحرة عارف ان هم مش بيأثروا بيدعمهم باللايقات والتعليق في محتوى الفيديو وبحي اللي بيشوف سوق العبور السوق الحرة لأول مرة وبسعيدني طبعا وبشرفني اشتراكهم في القناة احنا القناة بتتكلم على الفاكهة والخضار والسمك لما بنجيب اليوسفي مثلا كده بنقول ان اليوسفي فيه منه البلدي واحسن انواع البلدي بتبقى الصيني وفيه الموركت اللي هو الهاجين بين البرتقان واليوسفي وفيه المندرين اللي بيبقى اخر السنة والدهبي اللي بيبقى اخر حاجة في اليوسفي وبنجيب الاسعار التفاح وعموما كان فيه حلقة اللي فاتت كانت عن التخزين شايفين تخزين التفاح ده وصلوا لدرجة انه هو بقى عليه يعني اللطع البني دي الحلقة اللي فاتت كلمت على تخزين الفاكهة بشكل عام بيبقى محتاج انه هو يعني يتغطى او بعيد عن الرطوبة وعن الميا اعزائي المشاهدين اللي هنا بتنتهي حلقة اليوم شكرا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة